اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي وكل مشاهدي ومحب بنامج الاهلي خطة احمر وحلقة جديدة اهلا بك يا اسامي اهلا بك يا فارس واهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وخلاص لا صوت يعلو فوق صوت بطولة افريقيا وان شاء الله بداية مشوار للنادي الاهلي ان شاء الله بداية مشوار واكيد في البداية لازم نهني نفسنا ونفتكر ذكره مهمة جدا وهي انتصارات اكتوبر المجيدة النادي الاهلي اللي كان جزء كبير جدا من تاريخ ده وكان حاجة طول الوقت مرتبطة بانتصارات اكتوبر انتصارات اكتوبر اللي جيشنا المصري العظيم حقق فيها النصر يمكن دايما بقول فكروا شبابنا فكروا الاجيال اللي جاية او اتخلي الناس تنسى عظم الده اكيد ملحمة في تاريخ مصر يعني بتتواكب مع المولد النبا والشريف كلها ذكريات جيدة ولكن كمان حبيت لفتة او لقطة عملها جمهور النادي الاهلي في الكويت وهي فكرة لاعبه الاهلي يقضونا يوما كاملا بالمجهود او بالجابها ده كان موجود في الاخبار في مارس 1972 الربط مهم جدا لان انت كنادي اهلي طول الوقت معني بقضايا الوطن منذ التأسيس ومنذ مرور حاجات كتيرة جدا في حرب الاستنزاف او بعد هزيمة 67 كان النادي الاهلي موجود منه المتطوعين موجود منه في المجهود الحربي موجود منه التبرع بالدم حاجات كتير جدا موجودة في كتب وصفحات تاريخ النادي الاهلي تقدر تتكلم عن النادي الاهلي فيها وطنيا عشان كده واحنا بنحتفل بحرب وانتصار ذكرى حرب اكتوبر 73 احنا بنحتفل بحاجة احنا كاهلوية واحنا كمصريين واحنا ككل الاندية المصرية اكيد بتفخر بيها واكيد انتصار مهم هتمر على السنين ولكن حيفضل له مكانة كبيرة جدا 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 في قلوبنا ربنا يحفظ مصر ربنا يحفظ وطننا دايما تكون بلد الامن والامان ويكون شعبنا كله في ترابط الى يوم القيامة امين يا رب العالمين بالتأكيد ذكرى النصر العظيم ذكرى حرب اكتوبر جيش مصر ورحلة العبور وجيل قضى سنوات من عمره في استرداد قطعة الارض المفقودة وكان حالف كل حاجة في حياته متوقفة الى ان ترجع قطعة الارض الغالية علينا سيناء وبالفعل رجعت سيناء بانتصار عظيم وما اخذ بالقوة استرد بالقوة وبيعجبني جدا فكرة الجانب الاخر اللي عايش في ظل انه هو يقول ان احنا ايضا انتصرنا ده طبعا شيء سخيف جدا وشيء كوميدي كمان بدليل ان سيناء بالكامل رجعت لمصر جزء رجع منها بالحرب وجزء رجع منها بالسلام لاننا دائما وابدا دولة الحرب وقت الحرب والسلام وقت السلام شيء عظيم جدا اجيال وراء اجيال تتوارس هذا النصر العظيم لرفعة شأن الوطن ودايما يا رب شأن الوطن في رقي وارتفاع واي ازمات نقدر نعديها بالتكاتف والتلاحم والترابط اللي بنا الى يوم الدين ان شاء الله وانا بنتكلم عن الترابط الى يوم الدين ايضا النهاردة ذكرى المولد النبوي الشريف يعني ذكرى سعيدة جدا على كل المسلمين والامة الاسلامية والامة العربية واخوتنا طبعا بيهنونا وبنتبادل التهاني فيارب دايما كل ايامنا عياد ومناسبات ودايما وابدا يكون الشعب المصري في حال الترابط وفي حالة لحمة قوية جدا لمواجهة التحديات اللي كتير جدا جدا بيمر بها العالم ولكن احنا قادرين باذن الله اننا نعبرها ان شاء الله ايام جميلة وبنتمنى بقى بكرة يكون يوم اجمل ساعات بتفصلنا عن انطلاقة مباراة النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا وضربة البداية لابد انطليق بالبطل البطل في اخر 3 سنين نسختين والفريق اللي كان بيخوض النهائي البطولة اللي فاتت في ظروف كلكم عارفينها وشعار المرحلة ان احنا لدينا سقر لدينا سقر كروي مش بالمفهوم الاخر وده في الرياضة مطلوب وده في الرياضة شيء جيد جدا طالما بنتنافس كاشقاء عشان كده اكيد في البداية حيكون معنا مرسلنا المتقلق دايما كريم احمد حيقول لنا الاخبار وحيطمننا على اخبار البعثة واخر المستجدات قبل اللقاء المنتظر ان شاء الله مساء الفلة كريم بداية زملاء العزاء فارس واسامة ويا رب ان شاء الله بإذن الله النادي الاهل يكون موفق والدعم الجماهير ودعواته ودعواتكم ايضا كمان بإذن الله يكون انطلاقة جيدة طليق بالفعل باسم النادي الاهل وبقيمته الكبيرة تحضيرات الحقيقة ممكن كانت جيدة جدا سواء من القاهرة المبرات الودية المحاضرات الحقيقة ممكن كانت مكثفة جدا من مستر مارسل كولر المدير الفني مع فريق النادي الاهل على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي الراجل بيشتغل بشكل كبير جدا مع الجهاز الفني بالكامل والحقيقة العبت اللي النادي الاهلي لمسين فيها كل التركيز والإصرار والرغبة من التدريبات ومن الأحاديث الصنعية اللي بنشوفها الكل قافل على نفسه الكل على طول من الغرف إلى المطعم ومن الغرف إلى أيضا محاضرات إلى التدريب فالحقيقة يمكن ده لي مرضوك كبير جدا لمسينه ويمكن هأكد على نقطة مهمة جدا التدريب الأول الأمر ده مهم جدا التدريب الأول شفناه شفنا الإصرار الكبير وشفنا الجدية وشفنا الرغبة في عيون لعبت للنادي الاهلي تدريب كان مميز جدا كان ساعة ونصف لتدريب كله لحقيقة كان حماس الراجل أشد بالكل كل اللعيبة عندها الحضور الكبير وعندها الرغبة الكبيرة ينقصنا إن شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى مباراة مهمة ومباراة صعبة جدا المنافس بيحضر بشكل كبير عنده قاعدة جمارية كالعادة لكن نادي الاهلي هو البطل وده اللي معودنا عليه مع مكانة التحدياته مع مكانة الظروف توقيت المباراة الطقس كل الأمور دي نادي الاهلي إن شاء الله عنده هدف كبير جدا هذا الموسم بإذن الله أنه يعود من جديد على كل منصات التتويق في كل البطولات وإن شاء الله أماننا كبير جدا وصيقاتنا كبيرة جدا في كل لعيب النادي الاهلي إن شاء الله يا كريم أمورنا كالعادة طبعا جمهور النادي الاهلي في الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة طبعا من التحضيرات انتهت طبعا التحضيرات الفنية النهاردة مع الانتهاء الميران الأخير على ملعب مصطفى من جنات بالمنستير طبعا اللي يستهى بالمباراة الغد فيها 3 عصرا هنا بتوقيت تونس الربيع عصرا بتوقيت القاهرة يعني زي ما أكدت قلت الملعب شكله الظاهري تقدر تقول أنه جيد شوية لكن بعد ما دوسنا في الملعب وشفنا الكورة وهي بتمشي اللعيبة على مدار 60 دقيقة النهاردة كانت فيها التدريب يعني نجيلة تقيلة شوية بنتمنى ان شاء الله لعبتنا تتأقلم مع هذا الأمر وتقدر أنها توزع مجهودة بالكامل لأن نجيلة العالية دي شوية أو التقيلة ممكن تسبب شوية كرامبات فمحتاج أن انت توزع مجهودك بشكل كبير وده كان التحذير الحقيقة اللي أكد عليه مستر مرس الكورة أيضا كمان والكابتن سيد عبدالحفيز أنه لابد يكون في توزيع للجهد التقس الحقيقة مميز جدا في هذا التوقيت يعني الثلاثة عصرا عشنا النهاردة في التدريب يارب يكون المناخ غدا والتقس يمكن يكون مميز أيضا كمان على هذا اليوم لكن الملعب مكشوف شوية يعني لو فيه هول الأمور ممكن تكون فيها صعوبة شوية لكن زي ما قلت لك طبعا زميلة فارس زميلة وسامة أيضا كمان مهما كانت التحديات هو هدف وحيد إن شاء الله النادي الأهلي هو إسعد كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله يا كريم يعني كنا حابين فعلا نطمن على التقسي وتحديدا المباراة في الثالثة عصرا لكن طمني هل فيه حضور جماهيري من البعثة أو الوافدين المصريين الموجودين في تونس هزي ما شفنا مثلا في الكويت كان فيه جماهير كبيرة جدا يعني في مباراة السلة فهل فيه حضور جماهيري بكرا إن شاء الله ولا القصة شكلها يطمننا عندك بالتأكيد طبعا كلنا منتظرين حضور جمهور النادي الأهلي هو محدد طبعا لجمهورنا جمهور النادي الأهلي ليه 200 فرض يكونوا متواجدين لسه الأمور بالنسبة لنا مش قادرين نحسم العدد اللي هيكون متواجد قد إيه لكن على الجانب الآخر اتحاد المنستيري طبعا يعني هو كان أخذ موافقة به 8 ألاف لكن أعتقد العدد ممكن يزيد هم طبعا حطين 10 ألاف بس يكونوا متواجدين فيه نحن مش في كارتاج نحن بعيد شوية عن كارتاج مطار المنستير ممكن تكون عدد المصريين طبعا أنا قليل شوية لكن متنتظرين إن شاء الله مهما طالت المسافة جمهور النادي الأهلي داعم ومساند ولابد يكون حضوره مهما كان قلة العدد لكن بيوصل للعيبة هتافهم وحماسهم وهتافهم أيضا كمان باسم النادي الأهلي وقيمته الكبيرة فإن شاء الله بإذن الله بنتمنى لفريق النادي الأهلي الميستر مارس الكورر اختياره لتشكيل لعيبة النادي الأهلي يكون بتنفس كل الواجبات كل التكتكل ممكن تطبق بشكل كبير جدا أيضا كمان استغلال الفرص شفناه في التدريبات الفينش الراجل مركز بشكل كبير آري الشكل العام لكن على الجالم الآخر الفريق المنستيري مميز جدا محتاج كل الجهد من لعبتنا محتاج كل التركيز وزع مجهودك توفير ربنا يكون معك إن شاء الله واللي نقدر نحسن به ويقدر يحسن به النادي الأهلي لدي المباراة هي الشخصية وروح في النلة الحمر زميلي كريم خلينا سألك كتير جدا من الجمهور في اللحظات دي تحديدا بيبقى عايز يعرف اللعيبة بتقول إيه على الغداء اللعيبة وهي رايحة تمرين خلال التمرينات بعد التمرين بيتكلموا في إيه عن المباراة حاسين بإيه استعداده من نفسي تهيئته من نفسية فيه الحماس المطلوب الجمهور بيحب يعرف ده دايما بالتأكيد يا نقطة مهمة جدا ودي الأدوار الكبيرة اللي بتقوم بها كباتا فريقة للنادي الأهلي في التجمع وفي لم الشمل وفي الأحاديث الكل بيأكد على الانطلاقة لابد تكون رسالة الكل الأندية رسالة الكل الفرق المشاركة فيها البطولة الأفريقية آه مباراة خارج الأرض لكن النادي الأهلي عنده هدف نتيجة إيجابية آه نقدر نحقق هذا الأمر كل الظروف ممكن حضرنا فيها بشكل كبير جدا شفنا الرطوبة وشفنا الجو وشفنا الأمور دي أرضي ممكن شفناها في أكتر من مباراة الأرضي بيكون أسوأ من كده لكن قلعبت النادي الأهلي اللي بنسمعه واللي بنأكد عليه أن الكل عنده هدف وحيد هو الحصول على البطولة وليس هذه المباراة لابد أن نحن نحصل على البطولة الأفريقية لابد أن نسعد كل جمهور النادي الأهلي الموسم ده موسم مهم جدا للكل لمجلس دارة النادي الأهلي للعبين العضاء النادي الأهلي الجمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي فبأكد لك اللي لمسينه من فنده لقامة من الطيار من كل الأمور دي أن العيب عنده إصرار كبير ورغبة كبيرة جدا أن تعود من جديد على منصة التتويج وكون انطلقتنا مهمة جدا عندنا مباراة عودة هنقسم مجهودنا على شوتين شوت أول هنا في تونس شوت تاني فيها القاهرة طبعا أنت عارف المباراة بإلهة الظروف كل مباراة لها ظروف مختلفة بشكل كبير جدا الكرة فيها متغيرات ممكن تلاقي لعيب جاهز في التدريب وشفناها على أعلى مستوى يوصل للمباراة يشعر بقية ألم تخسره لكن بنتمنى إن شاء الله لعبتنا محافظة على نفسها بشكل كبير جدا توفير ربنا بإذن الله يكون معنا ويقدر النادي الأهلي إن شاء الله من تونس بنتيجة إجابية تساعده بشكل كبير جدا إن شاء الله في مشوار البطولة الأفريقية الصعب جدا لكن النادي الأهلي قادر بإذن الله إن شاء الله يا كريم ويكون لعيب النادي الأهلي في الحدث وعلى قدر الحدث وإن شاء الله يكملوا أو يبدأوا مشوارهم للنهائي الأفريق ويحققوا البطولة بعد السنة اللي فاتت لكن كلمني على التفاصيل كوليس الاجتماع الفني النهاردة ويتشيرت اللي يلبسه النادي الأهلي والاتحاد المنستيري وإيه اللي دار من تصريحات للمدرين الفنيين خلال الاجتماع يعني طبعا الاجتماع الفني الخاص طبعا بالفريقين أنت عارف طبعا الأمور الاعتيادية الخاصة بالجانب الأمني التنظيمي وصول فريقا للنادي الأهلي أنت عارف الجانب المنستيري بيرتدل زي الرسمي اللي هو القميص الأزرق النادي الأهلي يرتدل قميص الأحمر كلها يمكن الأمور ما كانش فيها أي مشاكل للطلبات المعتادة للكابتن سايد عبد الحفيز والكابتن سامير عدلي تعرفي بعدين عدد من العبيد بيكون خارج القائمة مع عدد أيضاً من أفراد البعثة الأماكن المحددة فين تأمين الفريق لكل الأمور دي ما كانش فيها أي مشاكل الحمد لله بالنسبة طبعاً بخبرة الكابتن سايد الكبيرة جداً طبعاً كمدير قرار النادي الآلي كابتن سامير عدلي الحقيقة مدير إدارة علاقات الخارجية بالنادي الآلي دوره مهم جداً والطلبات بيكون الحقيقة في محلها فيعني كل الأمور الحمد لله ماشي بشكل طيب جداً غداً إن شاء الله بقى منتظرين من البداية يعني زي ما أكدت التحرك التأمين وصلنا الملعب في محيط سكني شوية فإحنا معتقدين وأكيد إنه يكون في الجمهور بيتجه في هذا الأمر فمحتاجين إن الوصول يكون في المعادل المطلوب ما يبقاش في أي معوقات وده اللي بنعمله إن شاء الله من الجانب التونسي الحقيقة هو مأمين بدور مميز جداً لكن منتظرين اليوم الأهم إن شاء الله وهو يوم الغد ويا رب إن شاء الله العيد النادي لكم موفقة في مباراة الغد إن شاء الله أخيراً يا كريم ويعني اسمح لنا بالإطالة زيارة السفير المصري النهاردة للبعثة كواليس الزيارة كانت إيه؟ طبعاً معلس السفير أفعمي طبعاً سفير مصري هنا في التونس تواجد في فندو اللي قام الحقيقة أصر يكون متواجد بصحبة طبعاً رئيس البعثة أصدر عامري فاروق نايب رئيس مجلس إدارة النادي الآلي اللي كان متواجد معاه الراجل الحقيقة يمكن يأكد على كل الأمور الخاصة طبعاً بالتحرك لعيب النادي الآلي الراجل مباشر ومتابع في كل خطوة كان مهم جداً يكون متواجد ينقل طبعاً رسالته لي أصدر عامري فاروق وعيب النادي الآلي أن الصفارة متواجدة بشكل كبير جداً وكل الأمور هكون إن شاء الله بإذن الله في مصلحة النادي الآلي الأمور اعتادية أنت عرف طبعاً زيارة الصفير دي بتكون أمر مهم جداً لبعثة النادي الآلي اللي بتمثل طبعاً جبارة مصر العربية وجوده كان مهم جداً إن شاء الله بإذن الله يكون غداً متواجد في المدرجات مع طبعاً أصدر عامري فاروق نايب رئيس مجلس إدارة النادي الآلي والطاقم بالكامل ويا رب إن شاء الله بإذن الله الحداشر أهلوية بإذن الله إن شاء الله بإذن الله كريم بنشكرك جداً على الرسالة الوافية دي أكيد جمهور قناة النادي الآلي كل حالة كان حابب يعرفها كنتوا في قلب الحدث أعتقد الكواليس حتى اللعيبة بتتكلم إزاي كان مهم أعتقد عسامة حتى إحساس اللاعبين وكلامهم مع بعض الكلام كله عن المباراة الأهداف اللي جاية يعني فيه فيه اهتمام كبير جداً وفيه تحمص المباراة بتأكيد شكراً يا كريم ويعني منتظرين الغدل إن شاء الله والتغطية خاصة جداً المباراة إن شاء الله يكون دائماً وأبدأ نوشك حلو على الفريق ونحق الفوز بإذن الله وتكون بداية قوية للانطلاقة شكراً جداً طبعاً يعني مهم جداً نحطكم في كواليس البعثة للنادي الآهلي وزيارة السعيد السفير للبعثة والاجتماع الفني اللي خلاص النادي الآهلي يلبس بكرة تيشرت أحمر فأحمر فأحمر كله هيكون أحمر والتحاد من يصير يلبس إزاي الأبيض في الأبيض طبعاً يعني نتمنى التوفيق بكرة إن شاء الله للنادي الآهلي لسه معاناً أحداث كتيرة جداً هنتكلم عن مباراة ولكن هيتطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل يمكن النهاردة حابين أغلب أجواءنا معاكم طبعاً لاستعداد لمباراة بكرة والكلام على البطولة الأفريقية لأن يا جماعة ما فيش حاجة بتسعد جمهور النادي الآهلي قد انتصاراته الجمهور ده هو شغفه وكل اهتماماته وكل مشاعره متعلقة بالتسعين دقيقة داخل المباراة بداية بطولة أفريقيا تستدعي إن احنا نشوف مشاعر اللاعبين شايفين إيه ولما نبدأ بمشاعر اللاعبين وكلامهم عن أفريقيا وكلامهم عن مرحلة اللي جاية محتاجين نبدأ بلاعب هو جديد على النادي الآهلي يمكن جديدنا على النادي الآهلي كلاعب قديم كمشجع ولكن كلاعب محتاجين نسمع شايف الفترة الجاية إزاي هل شايف النادي الآهلي من منظور لعبة النادي الآهلي ومستوى وحجم التحديات ده اللي حنسمعه في كلام شاد حسين خرجي من المعسكر ده مستعدين كويس قوي وأول رحلة وأول بطولة لنا وأول ماتش لنا في الموسم الجديد طبعا كل لعبة متعهدة ومتفقين إن إحنا إن شاء الله بإذن الله أفريقيا ترجع التالي للنادي مواجهة الاتحاد طبعا كأول ماتش في تولد أفريقيا ماتش مش سهل خالص ماتش صعب جدا عليك بس بإذن الله ناد الأهلي طبعا قادر نهوي يكسب في أول مباراة يعني ونرجع مستريحين إن شاء الله الماتش اللي في الكاهرة بإذن الله أه طبعا لا استعدت كويس جدا وأنا عارف إن النادي هنا بقاله ثلاث سنين ما عملتش الفترة دي لعبة محتاجة جدا مفترة دي فلا استفدنا بيها بشكل كبير جدا ومع مستر كولر كان طبعا التدريبات كان شكة ومتعبة يعني لكن كنا محتاجين ليها الفترة دي عشان نخش الموسم فكل بطولتنا بجهزين زي ما أنت قلت طبعا الماتشوبة ما بين النادي الأهلي وأي فرقة في تونس بتبقى صعبة جدا فيه اهتمام طبعا هم بيبعارفين مكانت وقدر النادي الأهلي فطبعا بيبقى الاستعداد أقوى من لو بيستعد لأي فرقة تانية وده طبيعي يعني فلا طبعا ماش صعبة جدا وبإذن الله بإذن الله نرجع بالمكسب إن شاء الله لا لعبة النادي الأهلي خلاص متعودة لحضور الجماهيري ومتعودة على الضغط الموجود في أي مكان بتروحه يعني فلا الجماهير طبعا بتمثل بتبقى قوة للفرقة بتاعتها طبعا بس لعبت لأهلي مستعدة وعارفة الضغط ده مر بيبعب لكده كتير والله يا بوس الفضل يرجع للعيبة بصراحة هم اللي بيحاولوا يدخلوني هم اللي بيحاولوا يقربوني وأنا كنت عارف قردي ناس منهم كتير فالموضوع الحمد لله يا رب بإذن الله يترجم في الملعب بالروح الحلوة اللي بدي اللعيبة دي وبإذن الله تبقى الأمور كلها كويسة بإذن الله كان فيه كلام جماعي وكلام فردي بس الكلام الجماعي طبعا أن احنا أهمية البطولة أهمية البطولة للددي وأهمية كل البطولة بنخشها إيه وبالذات إنه هو ده أول مطش لنا في الموسم الجديد فإزاي نقدر أن نحنا نخش بداية قوية وبيبقى فيه كلام فردي طبعا على الجوانب الإجابية والجادة بالسلبية اللي في اللعيب فتبقى محضرة مهمة جدا لنا هو تحدي ليا تحدي ليا في أول مطش ليا أول مطش ليا مع نادل أهلي في قطورة أفريقيا يبقى بر مصر تحدي كبير ليا بس بإذن الله إن شاء الله أقدر أكون مستعد وبإذن الله أقدر أفرح جميع الأهلي بإذن الله إن شاء الله بقى الجمهور نادل أهلي بإذن الله دايما مسندنا ودعمنا في كل بطولة وفي أي مكان بدواتكم بإذن الله إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يحصد كل بطولة إن شاء الله يخشها السنة دي بإذن الله في تفاصيل كده هتلاقيها خاصة بالنادي الأهلي خاصة بأي حد جوه النادي الأهلي وإنت بتشوف شادي حسين بيتكلم إزاي عن دور اللعيبة إن هي تدخلوا في الفريق إن هي تقدموا للفريق إن هي تكسبوا صفات لعب النادي الأهلي وده شيء مهم جدا وده عهدنا دايما بكباتن النادي الأهلي اللي موجودين بقالهم فترة طبعا كابتن وليد سليمان غادر الملعب ولكن موجود كباتن النادي الأهلي كابتن محمد الشناوي كابتن عمر السلية وغيره من كباتن النادي الأهلي أكيد الكتير يعني عشان منساش حد ولكن ده دور مهم جدا كمان فكرة التحديات بداية من نوعية تدريبات النادي الأهلي اللي أنا بشوف إن لما اللعب يصف إن فترة الاستعداد كانت مختلفة بالنسبة له تماما تدريباتها كانت شقة ده مرحلة النادي الأهلي ده الانتقال للنادي الأهلي بشكل النادي الأهلي وطبيعة النادي الأهلي وتحديات النادي الأهلي فده اللعب وصله كمان الكلام عن الفترة الجاية وعن فهم سيكولوجية المواجهات أو الدربيات المصرية التونسية وهي في كرة القدم قصة مختلفة في أفريقيا الدربيات ما بين نادي الأهلي تحديدا وأنديت تونس هي بالنسبة لهم مواجهات مهمة جدا مواجهات مصرية دايما بيتعاملوا معاها إن انت بتقابل كبير أفريقيا وكبير القارة فعشان كده بيكون استعداداتها مختلفة زي ما قال شادي حسين كمان احنا هنا اتكلمنا معاكم عن مستر كولر ودي تفصيلة لا تخص شادي بقدر ما هي كمان تخص الفريق قلنا لكم واجبنا لكم مقالة اتكتبت عن كولر وازاي هذا الرجل يتعامل دايما مع اللاعبين بشكل جماعي ودايما لمحاضرات فردية مع اللاعبين ما بيسبش اللاعب هو مش عارف ليه بيلعب وعلى فكرة فيه مدربين كده ما بتشتغلش الشغل الفردي حتى في المحاضرات يا جماعة فيه فرق ما بين المحاضرات الفنية والمحاضرات الكلام لا كولر كمان دايما من المدربين المعنيين بالكلام مع اللاعبين بشكل فردي مش بس شكل جماعي فده كان حاصل الفترة اللي فاتت انت تقييمي ليك انا منتظر منك ايه انت كلاعب جاي اهدافك في المرحلة دي ايه ايه العيوب اللي عندك ايه اللي عايزك تطوره إلا إذا تشتغل مع نفسك فيه بعيدا على الفريق كلها حاجات كولر كان بيعملها وكلها حاجات منتظرين نشوف مرضودها إن شاء الله في مباراة الاتحاد المنستيري بداية انطلاقة الأهلي في أفريقيا ولا بد أن تكون الانطلاقة كبيرة طاليق بكبير أفريقيا بإذن الله يمكن الناس اتكلمت أنتوا ليه بتقولوا أن المواجهة ممكن يكون فيها صعوبة لا المواجهة إحنا بنحترم كل الفرق وبالتأكيد بنحترم فرق شمال أفريقيا ولكن إذا كان فيه فريق المفترض يهاب من المواجهة دي فهو أكيد منافس النادي الأهلي أيا كان اسمه ولكن احنا دايما بنحترم الآخرين وبنقول أن دي أول مباراة رسمية لمستر كولر مدير فني عمل فترة إعداد أوليلة ممكن أسبوعين وبنتكلم أننا داخلين نلعب أول مباراة رسمية لنا خارج الأرض هما لعبوا مباراة رسمية هما شاركوا في دور سابق دور الاربعة وستين فالقصة مختلفة أنت بتتكلم أن النادي الأهلي عاوز يظهر بالشكل الأفضل في أول مباراة لرسمية وده إن شاء الله يتحقق بالتأكيد هنتكلم عن فريق الاتحاد المنستيري بالتأكيد وعن حتى الإعلام التونسي بيتناول المباراة إزاي لكن كلنا ثقوا بالتأكيد أن النادي الأهلي يعد مباراة طليق ببطل أفريقيا ووصوله للمباراة النهاية تالت موسم على التوالي حق لقبين وبيفقد اللقب في ظروف خلاص بقى كلمنا فيها كتير وحضرنا وكلمنا عن وجود المباراة في المغرب وبين جماهير نادي الوداد البيضاء المغربي والمناوشات اللي حصلت بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري والجهة التنفيذية في الاتحاد المصري اللي لسه ما تعاقبتش لغاية دلوقتي وأظن إنها لا تتعاقب فخلاص القصة دي قفلناها ولكن كان فيه مشهد في القصة دي ما ينفعش نعديه ألا وهو مشهد عمر السلاي يمكن شادي حسين بيتكلم عن دور الكباتن في دخوله النادي الأهلي وإزاي ينسجن بسرعة وينصهر مع النادي الأهلي وخاصة أن شادي حسين مشجع درجة ثالثة اللي هو لاعب بدرجة مشجع بنتمناله التوفيق والنقطة دي أنا دايماً بأكد عليها القصة مش قصة أن أنت منتمي للنادي الأهلي وأن أنت ضحيت بأي مقابل مالي أو أي شيء عشان تيجي النادي الأهلي ده شيء إيجابي جداً وشيء محمود جداً وتشكر عليه لكن الأهم أن أنت لو عايز تكون فعلاً زي وليد سليمان الراجل اللي تعب عشان يدخل النادي الأهلي شوف وليد سليمان عمل إيه على مدار تواجده في الكيان لمدة 11 سنة كان دائماً وأبداً ما عندوش نقطة عرق بيبخل بيها على الفريق حتى اللحظات الأخيرة حتى الأوقات الأخيرة فظل وليد سليمان في قلب جماهير النادي الأهلي أنت شادي قدمت دورك بشكل كويس جداً وأنا أظن أن أنت من اللاعبين اللي هتعرف كويس أو يعني إيه نعمة النادي الأهلي وهتقدم أقصى طاقة عندها عشان تثبت حبها وانتماءها للنادي الأهلي وكمان أنها تعمل اسم كبير إن شاء الله مع النادي الأهلي وده اللي بنتمناها بإذن الله ولكن عمر الصلاية أيضاً وقت دخوله النادي الأهلي تحدث عن كابتن حسام غالي وعمر الصلاية المفترض أنه لو لعب هيلعب على كابتن حسام غالي وقال كنت باكتهت في التدريبات جداً وخدت وقت على ما أخذ على أجواء النادي الأهلي لقيت كابتن حسام غالي جالي في الجيم وقال لي استمر على كده هيجي الوقت اللي أنت هتلعب فيه حتى لو على حسابي أنا ده النادي الأهلي هي الفكرة كلها أن الفريق هو النجم أن الفريق بيلعب دايماً على تحقيق البطولة آيان كان من الحداشر اللي موجودين في الملعب لكن لعمر الصلاية لقطة شهيرة في نهاية دور الأبطال الأفريقي الموسم الماضي خلينا نروح نسمع بقى عمر الصلاية وتعقيبه وطموحاته عن الموسم الجديد في بطولة أفرق طبعاً الاستعدادات بدأنا من أسبوعين تقريباً كنا أخذنا فترة راحة وبدأنا بالتدريج مع المدارب الجديد كنا محتاجين للفترة دي من كذا سنة نحن بقى كثيراً بنعمل فترة اعداد فلايبة كلها كانت مركزة أننا لازم نستفد منها بأقصى حاجة أن دي هتوقفنا على رجلنا في خلال الموسم وشايف اللايبة كلها كانت مركزة وكل واحد تطلع أقصى حاجة عنده واستفدنا منها جداً وإن شاء الله يعني كل ده يباني في الفترة اللي جاية البطولة اللي فاتت دي كان الظروف كلها كانت ضدنا طبعاً زي ما الناس عارفها احنا كنا بنحاول نعمل اللي علينا على الأد ما نقدر كان نفسنا طبعاً زي ما الجمهور كان نفسه نحن نحق البطولة الثالثة على التوالي كنا عايزين نكتل تاريخ لنفسنا وللنادي وفرح الجمهور بتاعنا بس الحمد لله ما كانش فيه نصيب يعني تعهدنا ان احنا إن شاء الله السنة اللي جاء نرجع في أي مكان هنموجودين فيه إن شاء الله نتحق البطولة دي الربونة والله يعني ده موقف حصل في ماتشة يعني ممكن يحصل في ماتشة تاني وممكن كمان يعني بعد ما أنا عملها الشرك ما يتحررش فكت ولا هيبقى لها أي لازمة فهي كلها على بعض هي يعني هو موقف جيب جزء من الثانية أو تفليل جيب جزء من الثانية لو تعدي تبت مرة مش مش تطلع بالطريقة دي فده في الأول في الآخر توفين عند ربنا إن أنا أكون موجود في المكان ده وعملها كده وشريف يتوقع إن هي بجيله ويتحرك لها بالطريقة دي فده كله توفين يعني بس الحمد لله يعني هي جد جون الهدف اللي نفسي حققهم على الأهل إن شاء الله يعني نحنا نرجع الدوري تاني لمكانه الطبيعي إن شاء الله المسم ده إن شاء الله ماتش السوبر اللي جاي تبقى البداية بدئين المسم ببطولة تبقى تفري معنا جدا وإن إحنا نرجع أفريقيا تاني طبعا ونلعب كاس عالم أندية وناخد مركز أفضل من المركز التالي الماتش بتاع الزمالك يعني هو كمان صعب أكتر إن أنت بتلعب الزمالك وبتلعب جوه مصر ونهاء كارن فإنت المنافس ما ينفعش إن هو ياخد منك البطولة وإنت بقى لك كذا سنة بتاخدهاش فكانت الأجواء كلها مصعابة دنيا علينا أكتر وحطانها تحت ضغط نفسي وعصر وزهني غير طبيعي إحنا كنا في المعسكر يعني في اللعبة ما بتنامش من التفكير ومن النهية مثلا ممكن طب لو الزمالك خاد البطولة إيه اللي هيحصل الجمهور النادي إحنا كلعبة يعني هنبقى عمليني إزاي فإنت بتفكر في المكسب والخسارة في نفس الوقت إن أنت ما ينفعش تخسر وإن أنت لازم تكسب وكمان على السوشيال ميديا الموضوع كان صعب جدا بين جمهور أهلي والزمالك الناس كلها يعني الجمهورين نفسهم إن هما هقوم بطولة أفريقيا وإن أنت تاخد بطولة أفريقيا من الزمالك فدي حاجة كبيرة جدا فالحمد لله يعني البطولة دي إحنا كنا قبلها يعني قبل المطش إن عادنا مع بعض تكلمنا إن إحنا البطولة دي لو خدناها هتفتح لنا أجواء بطولات كتير كتير جدا وإن إحنا هنأخد أفريقيا تاني وإن إحنا هنأخد دوري وصوبر وكاس والدنيا هتبقى سهلة معنا والحمد لله ربنا كرمنا من بطولة دي إن إحنا قدرنا إن ناخد بطولات كتير بعدها ونروح كاس عالم أندي وناخد برونزية ونرجع ناخد أفريقيا تاني فالحمد لله يعني بعد الصعوبات اللي كانت في الأول ربنا كرمنا في الأخر هو يعني ممكن تعب كذا سنة قبل كده إن إنت تجيب جون في النهاية أو إن إنت تاخد البطولة دي مش تعب سنة واحدة أو مطشة أو مطشين لأ ده تعب ربنا بيعودك عن كذا سنة عدت وحاجات أنت كنت بتقاتل فيها وربنا كان بيبادع عنك وبعد كده ربنا جابها لك في أحسن صورة طبعا إن إنت تاخد النهاية من الزمالك وجوه مصر لا يعني ما كانش فيه أحسن من كده عند كل نقطة ممكن تقف عنها وتحكي حكاية عن عمر الصليا اللاعب اللي انتقل للنادي الآلي ثم أصبح أحد العناصر الأسسية مش بس في النادي الآلي لا كمان في منتخب مصر بيكلم عن فكرة التعويد اللي بيجي من عند ربنا بعد ما بتبزي المجهود وبتخسر بطولة 2017 و2018 وتعرض لموقف سخيف جدا في 2019 والهزيمة الأكبر في تاريخك فربنا يعودك ببطولة كان البعض بيسميها نهاء القرن وعشان كده هو كان شايف إن الهدف ده من أهم أداء في حياته لكن قال نقطة مهمة جدا قال إحنا كنا بنفكر في المكسب والخسارة عارف ليه؟ لأن الأهلي دائما وأبدا لديه ما يخسره أصعب شيء إنك تكون منتمي لفريق لديه ما يخسره فأي يوم نفسه هتلاقي دائما وأبدا الأهلي لديه ما يخسره عنده تاريخ عنده بطولات عنده شعبية جارفة عنده جماهير ما بتقبلش غير بالفوز عنده جماهير ما بتقبلش غير رقم واحد وعشان كده قدر كل مسؤول داخل النادي الأهلي إنه هو يشتغل تحت الضغط طول الوقت عشان كده بتفكر في المكسب وبتفكر قد إيه في الخسارة عشان تحاول تقاتل إنك تتجنب الخسارة ده اللي حصل في بطولة أفريقيا اللي سجل فيها عمر السلية وقفشة هدفية الفوز على نادي الزمالك اللي كانت جماهيره بتحلم بتحقيق البطولة دي بعد غياب عشرين سنة عن دوري أبطال أفريقيا الجميل كمان فعمر السلية النقطة عمل مع السيست رابونا اللي أي حد ممكن يتحدث عنه سنوات وسنوات يتحدث عنه بشكل إن كان التوفيق بصاحبه والأهم إن محمد شريف سجل هدف والعلم عمر السلية بيعملها كتير جدا جدا لكن بالفعل صدفت في مباراة كبيرة مباراة القمة بس تتظل دائما من أفضل يعني صناعة الأهداف في تاريخ مباريات القمة حتى لو عمر السلية شافها بشكل فيه توضع شوية عمر السلية قال نقطة مهمة جدا عن البطولة الأفريقية قال إن البطولة الأفريقية كانت في ظروف كل الظروف ضدنا ووقف عند النقطة دي وقال ولكن إحنا تعهدنا أيا كانت البطولة فين مهما كانت الظروف هنحاول إننا نحق البطولة هو ده التحول اللي بيجي من التجارب يمكن البطولة المضاء ممكن لا إراضيا أنت استسلمت وكلنا استسلمنا الفكرة إن الكاف بيدفعنا للبطولة في أرض الوداد فركزنا على البطولة في أرض الوداد فخدت جزء من طاقتك الزهنية النهاردة عمر السلاي بقول خلاص تعلمنا الدرس وتعهدنا أن لو هلعبوا البطولة في أي مكان حرصين أننا نحق البطولة والدرس ده بيجي لك منين من الخبرات بيجي لك منين من التجارب وعشان كده ان شاء الله بإذن الله لعيب النادي الأهل بقرة يكونوا في الموعد يقدموا بقرة قوية جدا أمام اتحاد المنستيري وان شاء الله ان شاء الله يحققوا الفوز وليما لا والنادي أهلي قادر على تحقيق الفوز خارج ملعبه عندي مفارقة في كلامك وكلام عمر السلاي وانت بتقول يا أسامة عن مباراة القرن كذا سنة المنافس 20 سنة محققش البطول على الجانب الآخر عمر السلاي بقول احنا كان علينا ضغط كبير ومسؤولية تجاه كل الجمهور ان احنا بقالنا سبع سنين محقق نرش البطولة بص المفارقة انت ازاي حاسس ان ده استثناء في تاريخ النادي الأهلي وخصوصا انت لعبت النهائي مرتين وراء بعد وكنت تخسرت فبالنسبة لك مش متقبل تيجي تخسرها المرة دي وقدام نادي الزمالكة هتبقى صعبة فالمفارقة هي دي المفارقة دي يا جماعة فيها القصة كلها مدى طموح النادي الأهلي وانا دايما بقول اقل حتة في طموح النادي الأهلي هي اعلى حتة في سقف طموح كل المنافسين ودايما بكررها ودايما بيعنيها عمر السلاية نوعية اللعيبة اللي تقدر تراهن على بكرة بتاع الفريق طول ما هم موجودين وطول ما هم جوه الفريق عمر السلاية قائد كابتن عارف ازاي يجي من بعيد عارف ازاي بعد ما كانش اساسي يقدر يكون موجود عارف ازاي يبقى لاعب لما مستر كيروش كان موجود يشوف ان محمد صلاح بعده عمر السلاية من اكتر اللعيبة اللي شاركت في كل الظروف لدرجة انه خده معاه وهو مصف احد الفترات ده اللعيب اللي بتقدر تراهن عليه وده نوعية اللعيبة يا جماعة اللي طول ما هم موجودين في النادي الاهلي انا بتطمن شوفنا لاعبين مروا بدغوط خطأ لعبة عملها تسببت في هدف في مباراة جبيرة زين هاي القرد خرج الناس بتقول اصلي انتو كجمهور نتيجة الضغط على اللعب ده اللعب ما بقاش موجود في النادي على الجانب الاخر شوف عمر السلاية البعد حاول يستغلله لقطة في مباراة منتخب تونس وان اللعب ده اللي اخطأ بعد كده خلاص هنخلص عليه يمكن انا كنت بضحك ساعة تخلص على مين تخلص على مين اصلي انت ما تقارنش الثقافة دي ولا الشخصية دي ولا المستوى ده بلعب اخر ده لعب عنده سيفي قوي عنده شخصية قوية قائد كابتن قادر يتجاوز اي حاجة رد عمر السلاية بعدها في الملعب كتير جدا وازبت ده عشان كده طول ما عندنا لعب زي عمر السلاية دي الرهانات اللي ممكن ناخدها لا اسامة والتحديات اللي احنا نقدر ناخدها لا كمان عمر السلاية في نقطة كمان عمر السلاية تعرض بعض الوقت لضغوط جمهورية من جمهوري النادي الاهلي في البداية وانه لا يجيد المباريات الكبيرة ولكن عمر السلاية قدر انه يتفوق على نفسه ويزبط نفسه تجاه النادي الاهلي عندنا بما اننا بنتكلم عن النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي عندنا اختيار الكاف لتشكيل اخر عشر سنوات تشكيل افريقيا اخر عشر سنوات لعيبة بقى دخلت طبعا الكاف بقى بيختار فيه أماكن معينة ويحط تصويت ويختار الكاف لعبين من النادي الأهلي. سبع لعبين يا فارس يمكن التشكيل كله أهلي. وأعتقد يعني أن أونيانجو اللي فاز على محمد الشناو في حراسة المرمى. وإن كان محمد الشناو يعني بالنسبة لنا هو أفضل حارس في القرى. بل أفضل لاي في القرى. عندنا أحمد فتحي كان من النادي الأهلي. والجمعة عندنا علي معلول سلاسي في خط الضهر من النادي الأهلي. وصنزه فقط لغير خارج النادي الأهلي. عندنا في خط الوسط حسام غالي وحسيام عشور. لعبي النادي الأهلي أيضا. عندنا في خط الهجوم طبعا أسطورة النادي الأهلي كابتن وليد سليمان. ولاعب النادي الأهلي بير ستاو وخامة بليات. هو ما فيش أهل يتحطوا خيسة. آه وساماتة ده المهاجم. إذن كل لعب التشكيل يتحط والاختيار كان اختيار لعبي النادي الأهلي. يمكن حتى الكابتة جاهل بعض اللاعبين اللي أنا كنت من وجهة نظري بشوف أن هما يتحطوا في القائمة. أعماج متعب طبعا. بالزبط يعني بالنسبة لي أعماج متعب. يعني في محمد بركات في أبو تريكا فيه لعبين كتير جدا. فبالتالي لكن خلاص يعني كل ده ممثلين للنادي الأهلي. وده الاختيار الأفضل وده نقطة مهمة جدا. دي مش بس بتشير لفكرة الشعبية في التصويت. لأن ده أمر خلاص أمر مفروغ منه ومنتهي وأي حالة فيها تصويت جماهيري تأكد تابع النادي الأهلي هيفوس. إن القصة منتهية ومحسومة والكل أصبح يعي ذلك جيدا. بما لا يدعم مجال الشكل. ده احنا عنا نعمل 20 حلقة عن موضوع الشعبية. هنعيد تاني. هنعيد تاني. هنعيد تاني. هنعيد تاني. هنعيد تاني. بس هم متأثرين دلوقتي بخامة بلاد. بيهدى عليك كده شوية لأن الصدمة صعبة. بالزبط كده. فده أولا الشعبية. طب هتقول لي يا سيد الشعبية. بس هقولك لا مش الشعبية. بس حتى اختيارات الكاف للعبين كان لعبي النادي الأهلي هم الموجودين في كل تصويت. وبالتالي ده بيدل لك على إيه؟ إن أسطورة أفضل لعبين في التاريخ دائما وآبدا بنسبتها بالورقة وبالألم وبالاستفتئات وبالترشحات وبالجواز هم لعبي النادي الأهلي. نشو؟ اتفضل. احنا لسه عندي تعقيد مهم مع ده. بس احنا كمان عملنا ده في الحلقة بتاعة الشعبية. يعني ده مردود يا أسانة الحاجة احنا عملناها. طبعا ده احنا جبنا في 50 سنة اتحاد كورة. اتحاد كورة كان مختار لعبين من مصر كان طبعا لنادي الأهلي. وجبنا اختيارات الكاف أفضل لعب اللعبة اللي خدوا داخل القرى. هما الأفضل عملناهم في من الزبط لعبي النادي الأهلي. ده كله نعكاس لاستفتاء طلع ترجم اللي احنا بنقوله بالزبط. عشان كده احنا وقتها في الحلقة. قلنا يا جماعة هتيجي تقول انا جمهوري اكتر شعبية في الهنولولو. جمهوري اكتر شعبية في جزر كذا. الكصة سهل. الكلام يا جماعة اسهل حاجة في الدنيا. انت ممكن تصحى تشوف نفسك انا يا بطل. انا يا احسن واحد. طب ايه المردود؟ طب هو جمهورك اللي انت قلت انه هو منتشف في العالم كله وفي كل حتة. ما بدخلش استفتاءات دي. ما بيصوتش. ومهم جدا نقول حاجة. البعض طلع زاد على وطنية الناس في حتة اصل اختيار وعدم نجاح لعب موجود في نادي اخر. فالتصويت ضده يا جماعة على فكرة. هو مش استفتاء على منتخب مصر. حسم لها كتير جدا. مش استفتاء على جنسيات. ده يا جماعة تصويت خاص بافضل لعب من وجهة نظرك. قمة العنصرية ان انت تيجي تقول اختار اللعب ده عشان مصري. الراجل بقولك افضل لعب من وجهة نظرك. انا بستمتع باللعب ده يا سيدي. مش من حقك تيجي تقول لي ما تصوطلوش. هي القصة بالعكس. عنصرية تماما. لما تيجي تقول ليس انت ما تصوطش لأي حد غير عشان ده لعب مصري. وانا عايز اقول حاجة هنا. كتير من جمهور النادي الاهلي خرج المسم اللي فاته. سيما يمكن انا بختلف ان انت تقول ان حد يعني يصرح بدا. وقال زيزو كان بيشيد بزيزو بتاع. دي حاجة ككورة. هو شايف زيزو لعب جيد. انا كانت عندي وجهة نظر ان انا ما باملش الفكرة ان انت تزكي حاجة او تدي افضلية للمنافس عليك. وانت بتلعبه. في الوقت التنافس. مو مش بقول ان فلان مش لعب كويس. الكرة يا جماعة بين لأي حد. بس ما تديش في وقت تنافس افضلية. انما الناس كانت بتقول وجهة نظر فنية. فنية محدش قال لهم فما يجيش حد يصوت في استفتاء في لعبين تيجي انت تطلع تكتهمه بانه هو تجرده من وطنيته يا جماعة لو منطقة بمصر في الاستفتاء كل الناس تدخل تصوط لمنطقة بمصر. انما دي لعبين من دول مختلفة. كان عليك ان انت توجه رسائلك من الاول لجمهورك انه هو يبرس قدرته وشعبيته ويقدر في الاستفتاء يكسب لعب. اصلا ما فيش لعب من الاهلي قدامه. بالضبط بس هو كان فيه لعب يعني افضل تعليق جالي من بعض الجمهور الاهلوية ان خامة بليات صديق بيرسي تاو وكات معنويات بيرسي تاو هتبقى في بداية الموسم مش كويسة لو خامة بليات مفاس بالاستفتاء ده. الحقيقة بس انا نتكلم بجد بقى هو خامة بليات ده منين من جنوب افريقيا بشرته. زنبابو زنبابو. من زنبابو لكن بلا كان بلاعب في سانت داونز اه لكن بشرته ايه؟ بيتسو مسماني المدير الفن نادي الاهلي كان بشرته ايه؟ الكصة كلها جماعة ما كانتش كصة اللي بيحاول البعض يروجها على مدار تاريخ كامل ان بيتعرض لعب النادي الزمالك لعنصرية من جمهور النادي الاهلي. لان اللي فاز بالاستفتاء وصاده لو بعض من جمهور النادي الاهلي دخلت الاستفتاء ده فهي اصلا راحت للاعب من زنبابو لاعب بشرة صمراء مدربنا كان بشرة صمراء. فياريت بلاش القصة دي والنغمة دي ولعبين كتير بيحملوا البشرة الصمراء في مصر يعني جماهير النادي الاهلي بتقدرهم وبتحترمهم في المنافسين. والقصة كلها يا قصة الروح الرياضية والتعامل بأخلاقيات كرة القدم مش قصة أبدا لون بشرة وما تحاولوش يدخلو ده لان دا مش موجود عندنا على الاطلاق. نشوفكم بعد الفصل. ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر وأعتقد النادي الأهلي وعدم عبوره للمرحلة القادمة في أفريقيا هي خط أحمر. ما فيش رفاهية ما فيش حتى لصوت يعني هو كل حاجة احنا عندنا ومرخلين عليها يا أسامة هي بطولة أفريقيا في كبداية وكامطلاقة. وجمهور النادي الأهلي مستندة بس على غير العادة بيجي لك منافس حتشوفه احنا تحت المجهر. زي ما كنا بنقول لكم دايما أون سبوت عندنا النهاردة المينستيري أون سبوت. من بداية فريق المينستير يا جماعة هو فريق ساحلي على ساحل تونس قريب جدا من نجم الساحلي. يمكن المسافة ما بينهم بسيطة جدا ما بين مدينة سوسا ومدينة مينستير. boards في مدينة ناد الملعب أصلا يا أسامة هو الناس كانت بتقول انه ملعب صغير. ومش ملعب صغير هو نفس مساحة ملعب الاهلي والسلام. يعني نفس مساحة الملعب الملعب من الصغير ولا حاجة. ولكن الفريق نفسه ايه قصته؟ قصة الفريق أن انت جاء لك فريق مش مفترض يلعبك دلوقتي خالص. ايه اللي جاب الاتحاد المينستيري دلوقتي هنا؟ اللي جاب الاتحاد المينستيري دلوقتي هنا؟ التصنيف. إن الفريق مش مفترض إنه هو يكون في التصنيف ده على مستوى قيمته مقارنة في فرق دور الاثنين وثلاثين اللي أنت ممكن تلعبها. إنما الفريق موجود لأنه هو مشاركاته في الأفريقية والسجل التراكمي اللي للبعض مش وصله في كريتو هو اللي خلاه يكون موجود من الأدوار التمهيدية وطبيعي إن أنت تكون في مواجهته. طيب الاتحاد المنستيري يا جماعة كقيمة تسوقية الاتحاد المنستيري قيمته التسوقية حوالي تسعة مليون أورو. وهو التالت في الأندية التونسية. وده شيء مستهل. لو جينا بنتكلم عن الترجي النادي الأفريقي. يليه الاتحاد المنستيري. أنت متخالل الاتحاد المنستيري كقيمة تسوقية. أعلم النجم الساحلي أعلم الصفاقسي أعلم من فرق كتير جدا لها باع في تونس. ويقترب من الأفريق. ويقترب من الأفريق وهو يكاد يكون التاني فعلا يوسامة. لأن أيضا خرج منه لعب كان مهم جدا راح أهلي جدا مع بيتسو موسيماني. لعب أيضا كان قيمته التسوقية تفرق. ويمكن كانت تخليه في المركز التاني. ولكن فريق قيمته التسوقية لو قورن عندك حييجي بعد فرق المقدمة. اللي هو الأهلي والزمالك وبرامدز. كان أيضا الاتحاد المنستيري حييجي عندك ده. فإذا أنت بتتكلم عن فريقك. قيمة تسوقية. لا فريق كبير. أنا عايز أقول لكم جماعة أن بعض الفرق في دور إلى 32. أسامة يعني بتجي قيمة التسوقية 2 مليون يورو وأرقام قليلة جدا. فأنت بتلاعب لا. بتلاعب كفريق. فريق عنده لاعبين. القيمة التسوقية دي بتجي من تصنيف لاعبين كرانكينج. بقيمة تسوقية معانة. محليا هو نادي. فترته الأخيرة أسامة هي فترة الصعوب. نقدر نستعرض ده. هو الفريق جاي من دوري قوة جدا. وهو الدوري التونسي. اللعبة دايما مع أندية شمال أفريقيا. بيبقى فيه يعني بعض الصعوبات شوية عن اللعبة مع الفريق الأفريقية اللي بتكون في الأدوار اللي زي دي. وأعتقد لو أنت بسيت بس على دوري 32. هتلاقي أقوى مواجهة قبلة فريق من الفرق اللي تم تجنبها من تصنيف اللي هو النادي الأهلي مع الخمسة الكبار مع الستة الكبار يعني. فبالتالي هو الفريق يعني متواجد ومن أقوى الفرق اللي ممكن تقابلها في دوري 32. عندهم طموحات؟ آه عندهم طموحات. طب جات منين الطموحات دي؟ جات من الموسم الستثنائي اللي قدموه العام الماضي. فريق بيلعب دوري تونس بوصلوا المجموعتين بيلعب مراد بلاي أوف براحين لسكة آخر مباراة يفوزوا بيها ياخدوا الدوري. متخيل دوري فيه الترجل التونسي. النجم الساحل التونسي. الأفريقية التونسي. السفاكسي التونسي الفرق اللي لقى باع كبير جدا في بطولات أفريقية. وحصلت على البطولات بكل تأكيد. فتخيل أنت ده بيدخل معهم منافسة وبيصعد لآخر مواجهة وآخر مباراة في الدوري. بيتعادل بيفقد البطولة لصالح فريق الترجل التونسي. فعشان كده عندهم أمال كبيرة جدا وأمال عريضة جدا أن الفريق ده يروح بيهم في بطولة أفريقية. الأبعد نقطة ممكن الفريق يحققها. طبعا بيصطدم بالنادي الأهلي. ولكن أي حد بيصطدم بالنادي الأهلي بيكون عنده يعني دوافع أكبر. عنده حافز أكبر. أنه بيواجه بطل القارة. بيلعب ماتش للتاريخ أمام بطل القارة. شفنا قبل كده النادي الأهلي لمواجه فرق جزائرية. كان رئيس النادي بيقول شرف كبير جدا. أنه نقدر تجيب النادي الأهلي يلعب على أرض في الجزائر. وده كان نوع من التقدير لقيمة وحجمه اسم النادي الأهلي. فتخيل ممكن الدوافع تكون قد إيه عند الفريق التونسي. الفريق التونسي يمكن ما حققش بطلات كتير. ولكن كان موجود في إطار تحقيق البطلات على مدار تاريخه. فخلينا نلقي نظرة على بطلات أو إنجازات الفريق التونسي. اتحاد المنستير بالشكل المحلي دوري الدرجة الأولى حقق وصيف موسم 2021 و2022. وكاس تونس كان وصيف موسم 2008-2009. وكان بطل موسم 2019-2020. يعني مؤخرا. وكاس السوبر 2019-2020. يعني مؤخرا. مع وصفت الدوري مؤخرا. فده شيء إيجابي جدا. الأفريقي وصل للدور الثاني 21-22 فقط لغير. وفي دوري أبطال العرب كان في دور 32. ومر من دور 2008-2009. لكن خلينا نتكلم عن المواسم الأخيرة لما يكون بطل كاس وبطل سوبر. وكمان وصيف الدوري التونسي في المواسم الأخيرة. فبالتأكيد عنده طموحات كبيرة. بيقابل الطموحات دي أنه وبيواجه بطل القرة. فبالتأكيد دوافع. عنده كمان مدير فني سبق وقابل النادي الأهلي في البطولة الماضية في الدور قبل النهائي. فهو يعرف كثيرا عن النادي الأهلي. فكل ده بيدي أفضلية. بيدي نقاط قوة عند فريق الاتحاد المنستيري التونسي. لكن النادي الأهلي. أكيد تاريخ عظيم. النادي الأهلي. يمكن موقع جولي العلامي عمل تصنيف عن الأندية الأعلى قيمة السوقية في الوطن العربي. طبعا أنت عندك أندية خليجية كتير جدا. النادي الأهلي أتى في المرتبة التاسعة. والتسع فرق الموجودين في أعلى عشرة تصنيف أو عشرة قيمة تصوقية. كلهم كانوا أندية الخليج. وبالتالي طبعا ده معروف هناك القيمة التصوقية عالية جدا جدا. وبالتالي النادي الأهلي في أفريقيا هو الأعلى قيمة تصوقية مقارنة بكل الفرق. النادي الأهلي تاريخ بطلات. هو أكثر تحقيقا للبطلات القرية. والنادي الأهلي حتى على تاريخ البطولات المحلية هو الأكثر تحقيقا للبطولات المحلية بالتأكيد المباراة هتكون صعبة على الطرفين لأن ده في النهاية ملعب 90 دقيقة ودايما وأبدا اللي بيكون حليفه توفيق ربنا بيقدر يفوز واللي بيبزي المجهود على أرض الملعب كبير جدا وبيأخذ المباراة بجدية بيكون التوفيق حليفه نتمنى يكون فيه جدية كبيرة جدا من اللعاب النادي الأهلي وتكون بداية كلر وعلاقته بجماهير النادي الأهلي علاقة بداية فوز. هنعايز أقول لكم مستر مانو الجوزيه لما جاه ولعب مباراة وداية أمام ريال مدريد اللي هي نصف القرن يعني احنا بنتكلم عنها مباراة وداية ما بنقولش نادي رسمية ولا أي حاجة حتى لو كان المنافس ريال مدريد حتى لو كان هو نادي القرن في أوروبا أو في العالم القصة مش قصتنا خالص في النهاية هي مباراة وداية أمام ريال مدريد قدر النادي الأهلي يفوز مستر مانو الجوزيه قدر يدخل إلى قلوب جماهير النادي الأهلي ثم تولت الانتصارات وحق بطولة أفريقيا فأنا أتمنى يكون فيه انتصار غدا بإذن الله وعبور من المطب الصعب في دور الـ 32 يدخل قلر يا فارس قلوب جماهير النادي الأهلي واتصق فيه وده برضو اللي عامله ريني فيلر لما فاز بطولة السوبر المحل يام نازل زمالك يمكن أنا وانت كنا في الاستاد وقتها مباراة 3-2 اللي كانت المطبطة 5-0 البدايات بتفرق جدا ومتطفق معاك وعشان كده البدايات كمان لازم تخلينا نبص الاتحاد المنستير يا جماعة بنظرة حقيقية بمعنى إيه هو فريق يجيد اللعبة مع الكبار عارفين فكرة اللعبة مع الكبار هو فريق يجيد اللعبة مع الكبار وده مهم جدا بمعنى إيه عندك فريق ممكن تقول أصداد تاني الدوري التونسي بس تلاقي الجاب كبير جدا بينه وبين بطل الدوري يكون حاسم بفرق كبير جدا إيه عادي جدا مواجهات نتيجة التاني والتالت والربع في التنتيب يكونوا عاملين مواجهات سيئة في المباريات المباشرة معاهم عامل نتاج سيئة إنما لا الاتحاد المنستيري مش كمان لا نفسه وراء الترجكة تاني كده ده فيه في الدوري التونسي والبطولة التونسية بلاي اوف يعني مرحلة اتجمع فيها الأفضل في الدوري التونسي في الترتيب يعني الكبار مع بعض وتحطه يعني هنا كمان هو صعد عن مجموعته وراح لعب في المعمعة مع كل الفرق الكبيرة طب تعالوا شوفوا نتاجه مع كل الفرق الكبيرة اللي تخلينا لازم لازم نحط 100 خط تحتها ونعرف إن احنا هنلاعب فريق احنا ما بنقولش النادي الأهلي أفضل من أي حد في أفريقيا ولكن كمان انت لازم تبعارف إن هو بيجيد اللعبة مع الفرق الكبيرة نتاج المنستيري في المرحلة الخاصة بحسم الدوري التونسي لعب مع النادي الإفريقي فاز على النادي الإفريقي الاتحاد المنستيري والتراجي هنا التراجي البطل قدر يفوز عليه مصحوبه 1-0 المنستيري والنجم السحلي فاز على النجم السحلي بربعية تعادل مع بن جردان فاز على الصفاقسي 1-0 خسر من الإفريقي المنستيري والتراجي رجع كسب التراجي 3-2 فاز على النجم السحلي 2-0 فاز على بن جردان 2-0 وتعادل مع الصفاقسي التعادل الأفقاده الدوري بالضبط إذن انت عندك هنا فريق قادر يا جماعة يلعب مع الفرق الكبيرة مفيش فريق من الفرق الكبيرة اللي هنا مقدرش يتفوق عليه حتى الترج بطل المسابقة كسبه ماتش وهو كسبه ماتش ده فريق لازم يخليك تعرف انه هو لا فريق عنده ثقافة ازاي يقف في الملعب قدام فريق كبير على فكرة عسامة ممكن يكون هيقابلنا فريق تاني الدوري بتاعه او ترتيبه مفاجأة كده لمدة موسم بس هو ما عندوش احتكاكات مع فرق كبيرة وتقول لما يبدأ يلاعب فريق عنده شخصية البطل هيبقى المباراة سهل لا المنستيري اثبت في مواجهة الفرق اللي لها عراقة على مستوى التتوجات في البطولة التونسية اثبت انه هو فريق قادر يعرف يقف في الملعب كويس يكون منظم يعرف ازاي يلعب معاك الجيم ده لا مش تونسية فقط لغير ده كمان اثبت انه مع الفرق اللي لها عراقة افريقية ولها صوالات وجوالات في افريقيا زي فريق الرجال البيضاء والمغربي في البطولة الكونفدرالية 2020-2021 ادر فريق 2019-2020 ادر فريق اتحاد المنستيري يصل انه هو بيلعب مباراة زهاب وقياب مع الرجاء بيفوز 1-0 والرجاء بيفوز 1-0 وبيصلوا الرقلات الترجيح وبيصعد الرقلات الترجيح ويمكن هو ده اللي مخلي طموحات وجماهير واعلام تونس كمان شايف ان المباراة 50-50 لانه شايف المنستير او التحاد المنستيري هو بيلعب امام الترجي حتى اخر مباراة ده لعبها كان لعبها امام الترجي وتعادل الترجي في ديها 95 فشايف انه بيقدر يلعب امام فرق قوية داخل تونس وخارج تونس وانه هو خرج من الرجاء البيضاء والمغربي برقلات الحظ رقلات الترجيح فيها توفيق كبير لحرس المرمى او للعبين وبالتالي قدر يوصل بالجيم مع الرجاء لرقلات الترجيح وده بيقول ان الفريق عنده قدرة على مواجهة الفرق القوية سواء داخل القرق او خارج القرق يمكن الاعلام التونسي حتى وهو بيعبر اتحاد المنستيري الجيش الرواندي اتكلم في نقطة مهمة جدا يعني دون مستوى لاتحاد المنستيري وبالتالي عاوزين الاتحاد المنستيري يظهر بمستوى امام الفرق الكبيرة وجهة نظرهم ان هو امام الفرق الكبيرة بيكون افضل بكتير وانه هو بيعلى مع الفرق الكبيرة خلينا نروح لإحصائيات مباريات الجيش الرواندي سواء الزهاب أو الإياب مع اتحاد المنستيري ودي طبعا المباراة اللي هي كانت زهاب اللي فاز بها الجيش الرواندي 1-0 التزديدات كانت للجيش الرواندي 9 مقابل 2 لفريق اتحاد المنستيري تزديدات نجاحة كانت 5 للجيش الرواندي مقابل 0 تزديد نجاح يعني كان كل التزديدات خارق التزديدين كان نخرج المرب لكن نشوف الأهداف المتوقعة عشان تعرف خطورة الفريق الزادة كانت 15% للمنستيري و 1.75% للجيش الرواندي هو بس فيه ممكن تكون مكتوب بشكل معاكس والاستحواز كان 51% المنستيري و 49% الجيش الرواندي طب هنا نتكلم في إيه؟ طب ده معناه أنه خارج أرضه ما كانش مقدم مبراجة إيه ده؟ آه ما كانش مقدم مبراجة إيه ده لكن لو أنت شفت المباراة هتلاقي آخر تلت ساعة بيقدر أنه يصل لمرمى المنافس ولما بيصل بيصنع خطورة كبيرة يعني أنت ممكن ما تلاقيش الفريق ده هو المبادر دايما خارج أرضه باللعب لا بيقف وبيتحفظ ولكن لما بييجي في الأوقت اللي هو 20 دقيقة الأخيرة وحاول أنه يلعب هجوم مباغة أو هجوم عكسي بيقدر أنه يصل لمرمى المنافس بسهولة وبيشكل خطورة كبيرة جدا عندنا المباراة التانية وهي مباراة العودة اللي فاز فيها المنستيري 3-0 على الجيش الرواندي المنستيري برضو كانت تزديداته أقل بكتير من الجيش الرواندي وده بيؤكد وعلى أرضه وده بيؤكد حاجة مهمة جدا أن الفريق ده فريق متحفز فريق لكن لما بيوصل للمرمى بيقدر أنه هو يحقق خطورة كبيرة جدا تخيل أنه هو بيوصل لخمس تزديدات في المباراة دي وبيسجل ثلاث أهداف موضوع صعب جدا وموضوع خطر جدا على الجانب الهجومي وهو عنده لعبين بيمتلكوا القدرة على التسجيل وبالتالي لازم يكون فيه حرص من طريقة واسلوب فريق التحاد المنستيري وتحديدا في الهجمات المرتدة ويكون عندنا بعض التأمين على أن أنت توئد هجمة الاتحاد المنستيري من بدايتها اللي هي سرعة بكرة اللي هو لغة الكرة كده سرعة ارتداد الكرة أن أنت سرعة الدفاع العكسي اللي هو الضغط العكسي اللي أنت بتعمله ما تخليش الاتحاد المنستيري يقدر يبني أو تدي مساحة ووقت أنه يلعب عليك المرتدات لأنه فعلا خطير جدا في المرتدات لكن أعتقد كل درس الفريق بشكل كويس والنهاردة كان فيه محاضرة مع اللعبين وكان فيه جلسات فنية كتير جدا مع اللعبين واللقطات من مورات الاتحاد المنستيري وأعتقد فارس يعني الفريق كتاب مفتوح أمام كولر بص أكيد كولر ذكر الاتحاد المنستيري كويس لأنه هو الاتحاد المنستيري عنده حاجة غريبة يا جماعة مدربه الصاف وفوزي البنزيرتي كان ليه باترن وليه نسق معين بالكرة نوفيتش لما جاء قريب جدا منه وده الغريب يعني هو دخل لو أنت بتتفرج مش هتحس في حاجة تغيرك نفس النسق الغالب عليه أربعة تلاتة تلاتة بنفس المجميع بنفس طريقة التحضير فده اللي ما عملش هزة وهو راح بص مدرب واعد حقا مع وفاق ستيف راح لحتة أبعد من إمكانيات وفاق ستيف دور الأبطال أنت لازم تقول أن وفاق ستيف راح لحتة أبعد من طبيعي من تصنيفه حتى المالي وتصنيفه كرانكينج مقارنة بالفرق فإذا هو راح راهن على مين اللي يقدر ياخدني كإمكانيات ويوديني الحتة أبعد فكان اختياره مهم جدا طيب بيلعب إزاي الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري جماعة عنده بعض الحاجات المحفوظة هو عنده شيخاوي كجناح يمين والمحرصي كجناح شمال وزياد العلوي ده مهاجم كل لعبهم بلا مركزية دايما زياد العلوي حتلاقيه بيفتح كوينج وبيدخل يعمل كاتنج انسايت سواء شيخاوي أو المحرصي وكمان عندهم جميع زيادة دايما من العمق هذه الخطورة على الأطراف باللا مركزية والروتيشن رتيشن على مستوى المراكز داخل الملعب وكمان مجميع الزيادة أومارو ده لعب الارتكاز في منتخب النيجر مسجلتها تهدف الدوري الموسم اللي فات ولعب واعد رغم ان هو ارتكاز ولكن أولا هو من أكثر اللاعبين قطعا للكرات لعب مهم جدا لعب كمان بيقدر يكون ليه زيادة هجومية بتلاقيه جوه المرمى طب هو ده بس لأ حسام طاقة ولعب أنا بشوفه واعد جدا في الكرة التونسية هو من الناس اللي سجلت في المباراة اللي فاتت وصنع هدف كمان نفس الطريقة يا أسامة بيكمل من العمق ويدخل فبتلاقيه عندك الاتنين الارتكاز أو الاتنين الايت اللي بلعبوا بيكملوا كلعبة في العمق وزيادة العلو بيطلع ويسيب العمق وعندك بتدخل الأطراف فكأنه بتحول الفريق لرباعي موجود قدام هل ده انت معناه ان عندك مشكلة؟ لا انت عندك مشكلة في وجود لعبين زي أكرم توفيق وعلي معلول كمان الفريق الناس هتتعامل ان طيب داني القاد قوة اه طبعا القاد قوة عنده الضربات السابقة مميز فيها وعنده التزديدات فيه تعليمات واضحة بالتزديد سواء من أمروه أو حسام طاقة أو الجناحات ولكن عنده الجانب الدفاعي فيه مشاكل كبيرة جدا جدا وليس على مستوى وخصوصا الصغروي ليس على مستوى أبدا الهجوم بتاع الفريق أو تحركاته وعنده مشاكل دفاعية كتير جدا نقدر نستغلها ولكن اللي يبدأ يخليك تفكر في المباراة ان دايما بحق التفاوض ده لما يهاجم ودايما المركزية والجناحين والضم بتاع أمروه وحسام طاقة والدريدي بيكون دايما وراهم بيلم لما بيهاجم هل مع النادي الأهلي هيعمل ده؟ أنا شك يا أسامة بس هي قوته انه يعمل ده وانا ما اعتقدش لان زي ما بقولك امام الجيش الرواندي ما قدرش يعمل ده سواء في المباراة اللي كانت مباراة العودة وانا اتوقع انه هيكون في تحفظ ممكن ياخد حماسة الجمهير اول عشر داي لكن بمجرد ما النادي الأهلي يقدر يستحوز على القرى زي ما بيحصل مع اي فريق بيواجهه النادي الأهلي بيكون الاستحواز دايما للنادي الأهلي وهم في الجانب التونسي الألين جدا من القصة دي لانهما شايفين لما اخدوا مقارنات من خط وسط فريق اتحاد المنستيري وخط وسط النادي الأهلي طبعا خط وسط النادي الأهلي خبراته وكفاءته اعلى بكتير عاملين حساب لأليو دينج وعمر السلية وحمدي فتحي ومحمد مجدي افشا عاملين حساب دا لذا تحديدا ممكن جدا يكون فيه مفاجأة في التشكيل بكرة كلر يباغت بيها المنافس فاعتقد ان ممكن اول عشر داي يكون فيه حماسة جمهير النادي الأهلي يقدر يمتصها بشكل كبير جدا والنادي الأهلي قادر انه يستحوز على القرى ويفرض سيطرته على المنافس حتى على ارضه ان شاء الله يكون دا موجود ويكون بداية موفقة جدا للنادي الأهلي لكن عندنا المدير الفني كان له تعقيب مهم جدا خاصة بعد موجهة النادي الأهلي هو مدير فني يستحق كل احترام الراجل في مسارته عسامة دايما بيروح دوريات دور الرب في دوريات كتيرة جدا في الخليج تجربته في الجزائر تجربته الأمة على اتحاد المنستيري هو رجل دايما في حتة قريبة من اللي كنا بنتكلم عن كولر فيه بيحاول يحاق مع الفريق أكبر من المتوقع منه فده مميز في داركو ولكن لما يروح تلاعب وفاق صفف البطولة اللي فاتت ويحرص بعد المباراة على دخول غرفة خلع الملابس للنادي الأهلي تحية الفريق كانت لفتة غير معتادة وكانت لفتة وقتها أسامة مجال تناقل كل الأهلوية والتقدير لأن حد بيقدر الأهلي اتقال إيه وتفسيره لللقطة دي إيه والمدير الفني اللي حيلعبنا كيف يرى النادي الأهلي نطلع ونسمع نحن نستعمل في النادي الأهلي وكانت نتعر بيت بعد المغ cooperation وكانت نتعر بيت من الضيجتي وقتا بعد المغادر تتحول في الصفر باهتم بنانا للجلح غير معائل للشعر للمشاهدة لإنقال بعد أن نملك بعد المشاهدة بعد المشاهدة الشباب ومنع أننا نعلم أن العهلي يمكن أن تدعلي لحق البطولة قردوا حتى معكم بعد هذه المشاهدة كيف يمكنك أن تكون لديك أشياء؟ أريد أن يكون لديهم تلك المعارضة. إنه سيكون لديهم مرة أخرى. وإنه سيكون لديهم في مرادة لنا. لكنني أعتقد أنهم ستكون لديهم من نفسنا. ولكن لأني أعتقد أنه ليس لديهم ويقوم بنا. ولكنني أعتقد أنه في حالي. هل أنت تضع الأهلي ضد ويداد في الفاينال؟ من أجل أجل، لأننا ويداد في الفاينال. إذا كنت تضع الأهلي، ربما سأضع الأهلي. ولكن في هذا الوقت، لأجل أضع الأهلي في الفاينال. قلت له أنت روحت مبارح لغرفة خلع الملابس للاعبة الأهلي، وكلمت معهم باركت لهم، هم سقفوا لك في النهاية. قال لي، شايف أن دي حاجة طبيعية، لأن دي طبيعتي أنا ببارك للكسبان دايما، حتى لو كان على حسابي أنا، فقلت لهم مبروك. وده كان الأمر اللي أنا حبيت أعمله، إحنا قدمنا مباراة جيدة قدام الأهلي، وبنحترم جدا مسيرة هذا الفريق. فقلت له، فقال أنه يعني بيسندهم حتى وأن الماتش مش هيكون سهل قدام. مدرب، بيروح يقدرك في غرفة خلع الملابس، هو بكرة هيكون عارف قيمتك، وحيوصل للاعب الاتحاد المنستيري قيمتك. إذا كانت نقطة بتحساب له قبل كده، فبكرة هي نقطة لازم إحنا نحطها في الاعتبار. مدرب قال أنه هو حيسندك أمام الوداد في النهائي، كل دي حاجات تخليك تفكر أنه ده مدرب عارفة كويسة. أو زي ما بنقول أن السيفي بيفرق، هو مدرب آه تنقل بنفرق بيحاول يطار من الفرق، ده السيفي بتاعه له كل الأحترام، بس على الجانب الآخر، السيفي بيفرق. أنت لديك كولر، رجل مدرب لمنتخب النمسو، وصل به الأعلى رانكينج، درجة العشر على العالم، وكمان حقق بطولات على مستوى الدور السويسري، وسيفي حالياً، لو هنحط سيفيهات المدربين يا أسامة داخل الموسم ده، أكيد كولر هيكون في مرتبة قوية جداً ومميزة جداً، عشان كده برضو أيضاً هو مع كولر أكيد هيعمل حساب كمان للنادي الأهلي، وحيكون مركز في المباراة؟ بالتأكيد يا فارس، وده طبعاً كان شيء إيجابي جداً بعد المباراة الماضية، مع فريق آخر، ولكن خلينا في مباراة غداً، وكيف تناول الإعلام التونسي مباراة غداً، واتكلم عنها إزاي، وطبعاً، يعني مش هينفع نتناول الإعلام التونسي، ولا نتعرض للكابتن المعلق الكبير عصام الشوالي، والاتحاد المنستيري، تحيلة يا جمول الاتحاد السنفيك على المرضوح، قلب على القلب، الاتحاد المنستيري، ما عنده ما يخسر، أول مشاركة في دور الأبطال، بيمكنهم يربحوا الأهلي إكيب جديدة، وما عندهم ما يخشلوا من التاريخ، الأهلي في أول مشاركة أفريقية عام ستة سرعين، اخرج من الملدي تتزاير عام ستة سرعين، دونك انتي ما عندكش مشكل، ريانا بيرد وتوتا قانيين، شمعية تعمل كيف عجبتني، الأهلي ملعبت حتى ماتش، جوارة جدد، كام شي ركبوا الأقديم، كام شي ركبوا الأقديم، بصراحة متبط بيه، كام شي ركبوا جديد، مزيلوا ملحموش، الاتحاد المنستيري، أنا عندي ثقة فيه، بصراحة أنه يقدر يمشي دور ما، ما عندك ما تخسر اليو اسمو، أراو حتى مضمونة في الكاف، بشكون في دور المجموعات، وباش نسيح، ونعلق، ونقول ليه للاتحاد المنستيري في أفريقيا، لكنا نخير أنا الشامبيونز ليك، تعلم تمرمك المعلم، 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 الإتوال تلع في الدوميلكات فيها بوجة، المعلم يريني في الإتوال، عرفتوه المعلم، 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 طالهم ريطول، البوديوم، مش نطلعوا نحنا البوديوم، مش تأخوا المداي من رئيس نيجيريا، أختار أنت، الفذة ولا الذهب، الحبيبي، المستير، أنت رك مش تلعب كاف، اختار شامبيونز ليك، وإنك مفيدرالي، ما عندك ما تخسروا، وليدات يعملوا كيف، المستير جمعية، معناها فريمون، أعرفتها كديما نسمع بها الحوكم الرشيدة، ألور لا، إذا فهم حوكم الرشيدة، هي لتلحاد الرياض المنستيري. نادي الأهلي هو في فترة انتقالية، مدرب جديد، سويسري، كولر، معناها البرتغالي، اللي غادر، الزاد البشري، سحيح تغير بنسبة كبيرة، لكن اللي معناها اللاعبين، الخبرة، ولاعبين التجربة، ما زالوا متواجدين، معناها في الخطوط الثلاثة، الاتحاد المنستيري، يلعب خظوظه، يمن قدراته، وأنه ممكن يستغل وضعية نادي الأهلي، كما قلت أنت يا عصام، معناها من حقه، وعلى فكرة نصيد نشجع الاتحاد المنستيري، تاريخيا، رأوا المستئر الأهلي، مع الفرق الكبيرة كاسح، رأوا مع الفرق اللي تعتبر، معناها أقل تجربة، وأقل خبرة في البلدال العربية، ما عندهاش تجارة بالأفريقي، رأي دي ما تعذبك، خرجت، سمحني، طاحت من أهل ابن غاس، طاحت من المغرب التطواني، ما تحلكش من رجاء والويدات، وطاحت لكم من المغرب التطواني، طاحت مع فريق الجزاري الويسماء، في المستير، ما عندهاش تجربة، لكن عنده الروح والجرين تبشي، إن شاء الله بالروح والجيتة، يتجاوز اتحاد المنستيري، أنا وقتها يمكن، سنتفرج فيه الماتش، نمشي مع بعض المستير، خاتر وقتها، ستطومب مع الـ دوبل في تيام، متاع أونس، إن شاء الله في المستير، في نفس الجمعة، دورة كبيرة بالسير، إن شاء الله تكون متابعة، كابتن عصام الشوالي، لو لا النادي الأهلي، لكان للأندية التونسية شاناً آخر، بيتحدث عن إمكانية صعود التحاد المنستيري، وده طبعاً حقه على الإطلاق، وده شيء طبيعي جداً، لأن الراجل تنسي، ولكن هو قال نقطة، إحنا كنا سبق واتكلمنا فيها، وتحديداً قلت لكم مشكلة النادي الأهلي، إن هو دايماً لديه ما يخسره، اتكلم عن إن التحاد المنستيري، ليس لديه ما يخسره، إيه المشكلة؟ الكنفدرالية الأفريقية، وده بالنسبة لك شيء إيجابي، إن أنت تكون متواجد على الساحة الأفريقية، وده المشكلة الحقيقة، إن النادي الأهلي ما بيلعبش على الفرصتين دايماً، طول عمره بيلعب على الفرصة الوحدة، حتى لو متاح لي الفرصة الثانية، ولكن دائماً وابداً بتلاقي النادي الأهلي بيفكر في الفرصة الوحدة، بيفكر دايماً إن مصيره يكون فيه أقدام لعبية، إن أنت تلعب على دور الأبطال، إن أنت كبير هذه البطولة، إن أنت اللي محق عشر ألقاب من هذه البطولة، إن أنت اللي واصل آخر ثلاث نهائيات من هذه البطولة، فبالتأكيد، بالتأكيد، أنت مركز كويس قوي على دور أبطال أفريقيا، على عكس المنافس اللي بيلعب بقى رحية، إنه ممكن عادي يلعب كنفدرالية، وعجبني جداً، وزكاء عصام الشوالي، لأنه مش هيغير كلام اللي هو قاله، لو لا النادي الأهلي، لا كلام ده اللي تنساش عن آخر، قال إيه؟ قال النادي الأهلي مع الفرق الكبيرة كاسح، يعني تلاقي مع الترجي، مع الأفريقي، مع النجم، يكتسح، لكن النادي الأهلي عنده مشكلة مع الفرق اللي هي مش كبيرة قوي في الجانب الأفريقي، وضرب مثال، هو حقيقي حصل أهلي بني غازي، وطبعاً كمان المغرب التطواني، وده حصل، لكن مش عايز أضرب لك أمثلة أخرى إن النادي الأهلي قابل فرق في نفس القصة، وتخطاها، ولكن كانت تخطيها بصعوبة زي الدفاع الحسني الجديدي بهدف في الدقيقة 95، لكن القصة أصلاً كانت مستوى الأهلي هو الفيصل، مستوى الأهلي وقتها كان صعب عليه، أو كان غير موفق على الإطلاق، وكان الكواليتي بتاع اللاعبين عندنا فيه مشاكل كتير جداً، فكان عشان كده بتستشعر الصعوبات دي، ما كانش القصة عشان الفريق قوي أو الفريق ضعيف اللي بيواجهني، لا، لأن أنا لما كنت في قوتي، وكنت بطل القرى الأفريقية، وقابلت البنزارة التونسي، المثال اللي طبعاً كابتن عصام الشوالي استبعد أن هو يروح ليه، لأنه عنده دور مهم جداً في رفع الجوانب المعنوية، لدى فريق الاتحاد المنستيري، لكن لا، أنا قابلت البنزارة التونسي، ومع كامل تأديل الفريق البنزارة التونسي، ليس هو من الأندية القمة في تونس، زي التراجي، وزي النجم، وزي الصفاكسي والأفريقي، اللي هم باع في البطولات الأفريقية، قدرت أتعادل معها 0-0 برة، وقدرت أفوز عليه في 2013-2-1، وكملت مسيرتي، وحققت اللقب، إذن القصة مش قصة فريق صغير، أو فريق كبير، بيقابلني، إن شاء الله الأهل بيكون دائماً وأبداً، لما يكون في مستوى، بيكون كاسح، سواء الفرق الكبيرة، أو الفرق الصغيرة، واحنا اللي منتظرينك تقول في النهائي، والأهل بيسجل إن شاء الله لليه، وتحتفل كالعادة، بفوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا، للمرة الحداشر إن شاء الله، قصة الشوالي ممتع، يعني ممتع في كلامه وفي تعليقه، وأنا بشوفه هو حكاء أفريقيا، يعني وحكاء الكرة العالمية، والراجل كلامه فيه من الزكاء، وفيه من إمتى يستخدم الجمل، وإمتى يبرز قوة النادي الأهلي، بس هو بيبرزه يقولك، بس المستحيل مش موجود، وهو بيقول إن أنت فريق قوم يقدرش يقلل منك، عشان ما يهبطش فريه المنستيري، وما يروحش الحتة إن النادي لا، لا، هو عارف كونة النادي لا، بس يقولك أنت كمان عندك كونفدرالية، لدرجة إن شفت تعليق على الفيديو ده على صفحة الإزاعة التونسية يا أسامة، البعض بيتكلم فيه إن لا، ده فيه جانب إيجابي إن أنت حظوظك في كونفدرالية قد تكون أعلى، يعني أنت كنادي المنستير حظوظك، وده فعلاً واقع، يعني حظوظ الاتحاد المنستير في كونفدرالية، زي ما شفنا فرق كتير جداً حديثة أو فرق في الكرة فيها تفارات في الفترة الأخيرة، زي نهضة بركين أو بيراميدز، هو أيضاً في الحتة دي يقدر يروح، على عكس يا جماعة، الدوري أبطال أفريقيا هو دايماً الفرق التي لها على عراقة تاريخية على مستوى التتوجات، طبعاً فيه فرق إنشاءها حتى على مدار سنوات، فلها كل التقدير مننا، ولكن بنتكلم نهاية أفريقيا دائماً ما يكون ما بين الفرق التي لها باع في التتوجات، إلا باستثناءات بسيطة على عكس الكنفدرالية، فهو فعلاً داخل بظروف نفسية مختلفة جداً، وضغوط أهل فعلاً، فده يخلينا محتاجين نكون مركزين من أول المباراة لآخرة، ولكن كمان عايزين نشوف الناس في تونس تناولت المباراة على مستوى الفنيات إزاي؟ عندنا الصادق جحبيش، كان ليه كلام مهم جداً عما يخص الأهل والاتحاد المنستيري، وبعض النقاط رداً على إن إحنا كمان سمعنا تصراحات، أصل الأهل مش في حالته، أصل الأهل عنده مشكلة، أصل الأهل فريق مع مدرب جديد، وما فيش فترة إعداد، بمعنى إن كان عنده على فكرة يا جماعة كل اللي بنقوله بيوصل في تونس، كل الكلام اللي الناس بتناوله أصلاً، لا يوجد مش مباراة، كل ده تقال في الإزاعة التونسية، وفي الصحف التونسية، وتم تناوله، فتعالوا نسمع حتى البعض هناك كان عنده ردود ذكية جداً، تبين إنه هو عارف قيمة الأهل إزاي، نطلع ونشوف الفيديو، تتمجد في الأهل مراراً وتكراراً؟ نعم، هني جيتك، تبعني بردود، ماذا تقيقرة؟ الأهل اليوم، متاع اليوم، كراء الليستا، متاع الأهل اللي جاي في شرعب كونتر مستير، برسيتاو مش موجود دروا، مش بدهم متفهمين، دونك الأهل اليوم، شنوي حارس، أكرم توفيق ولا محمد هاني، أيمن أشرف وتعرف، إفانتو يلمان في اللاكس، علي معلول علي سار، كنا نحكيه على حمدي فتحي، أليو ديانج، عمر السولية، أبشا كوكا، الشحات اللي لترنيل اسبوار، معطاهم ست مليون دورو اللي لوجو فيه، وفلاتاك الشريف، معناه، الأهل مهيش خائبة كما نصوروه لها قاعدين، مهيش الأهل برنابل، الناس كل أول كلمة يقولوها، والله الأهل مهيش في فور مكبير، ليه؟ الأسامي، هذا ما أسامي كونفيرميه، يسوفيه بالشلقة التوليفة صحيحة، شكون فما، وسيم غايب، برامي ربيعة، تيت يوليرن ديسكوتاب الوحيد، ليه غايب، ما يلعبش، لكن اليوم، اليوم كجمعية، وبالخدمة اللي كان يحكى عليها، فاملي، اسلام، وبالتدريبات متيحة، وكذين، نتصور بشكل فيه، أحسن حاليتك، بصو، هذا رجل، الصادق جعبيش، يعرف من أين تقل الكتف، ويعرف تقييم الأمور، وعلى فكرة، إحنا هنا عهدنا بيكو، دايماً كلامنا من القلب للقلب، قلنا لكم، وإحنا حتى بنتكلم أن الأهلي عنده سكواد قوي، كنا بنقول أن لا، نحتاج تدعمات، ونحتاج أن النادي الأهلي دايماً يكون في أفضل صوره، وده دايماً عقلتنا أن الأفضل للنادي الأهلي، ولكن هو تكلم في حتة مهمة، قوعة فكرة أن أنت تستسلم، لأن النادي الأهلي عنده مشاكل، وجمعية الأهلي أو فريق الأهلي، زي ما بيقول، مش في أفضل أحواله، لا، الرجل عد، فأنا ما أقدرش أبداً أكون راجل منطقي، أطلع أقول ده فريق ضعيف، إحنا هنا كجمهور أهلي، بنتكلم دايماً إن إحنا عايزين نشوف الأهلي أفضل، ونعمل أفضل، وندعم أكتر، وكل ده ده عقلتنا، إحنا إن إحنا عايزين نشوف الأهلي المثالي، غول أفريقيا، اللي يبقى فارق بمسافات، إنما اللي عندك دلوقت زي ما هو قال، يخلي أي فريق في أفريقيا، هو داخل مباراتك، يعمل لك اعتبرات كبيرة يا أسامة، ويكون شايفة، لأنه هو قال، خلي بالكوا الكلام التقييم، اللي الناس بتتكلم فيه، إن النادي الأهلي مستقل الانتدابات، لا تعال أقول لي وقال بالإس، ده قيمته إيه، مركزه إيه، فلوسه إيه، دولي إيه، بيلعب إيه، فلازم أبقى أعرف إن لا، الأهلي محدش يقدر يقول إنه مش داخل أفريقيا، وهو الفريق الأقوى، وعلى فكرة، ده كمان بالقيمة التصوكاء للنادي الأهلي، ولاي من بنقول نحن نطمح إن النادي الأهلي يكون أقوى من كده كمان، ودي مدرستنا وده احنا بنقوله، إنما أنت حالين برضو الأقوى، بالتأكيد هو بس الفكرة كلها يا فارس، إن احنا التعزيز وانت قوي وانت على القمة، بيخليك تحافظ على وجودك على القمة، لأن المحافظة على وجودك على القمة شيء صعب جدا، ولكن الأهلي عودنا إنه قادر على إنه يحافظ على القمة لفترات طويلة، ونتمنى إن شاء الله البطولة دي تكون من نصيب النادي الأهلي، عشان يكرر إنجاز اللي كان المفترض يتخطى لعيب النادي الأهلي البطولة الماضية، ولكن ما حدفناش الحظ إنجاز من 2005 إلى 2008، لما حقنا اتنين دوري أبطال خسرنا النجم، قدرنا نعود في 2008 أمام القطن الكاميروني، وانحق البطولة التالتة في أربع نهائيات، نتمنى إن شاء الله يكون نفس القصة مع النادي الأهلي، ويقدر لعيب النادي الأهلي الحاليين الجيد الحالي، يعني يحطوا أساميهم بتاريخ من نور في تاريخ سجلات أبطال النادي الأهلي، لكن على الرأي اللي إحنا سمعنا ده، ومدى قوة النادي الأهلي والأساسي والاحتياطي، درجة إن الراجل حتى عارف اللعيبة الصعدة زي أحمد نبيل كوكا، اللي أنا قناعات الشخصية هيكله دور كبير إن شاء الله في الموسم القادم، لا كمان في ناس آخرين حاولوا إنهم يلعبوا على الجانب المعنوي لفريق الاتحاد المنستيري، وإنهم يعلق جانب المعنوي بالتقليل من إمكانيات وقوة النادي الأهلي، منهم قيس مخلوف كان أحد المدربين المساعدين في فريق الاتحاد المنستيري في فترة سابقة، نسمع الفيديو ونرجع نعقل. كم في المية أنت شاف إنه حضوظ الأهلي والتحاد المنستيري لو قسمناه في المية؟ يعني 50-50-60. نقسم ما في المية 50-50. 50-50. 50-50. الحقيقة قال مقابلة الذهاب هي اللي بيش تحسم اللي... إلعى تظهر... من اللي ممكن يحضوظه أعلى يعني؟ حضوظه أعلى هي في مقابلة الذهاب، الفريق اللي بيش عقق انتيجة إيجابية في مرات الذهاب، واللي بيش يترجح. مقابلة الذهاب مهمة جداً، خاصةً لأهلي في... اللي ليس في أحسن حالاته، وعنده قلة... ما كيفش نقوله... قلة التركيز أو قلة... نلزمنا نلعبوا على شيء ده، وش نخليوهم متشكك في معنويات ومتشك في مكانيات. بس الأهلي خد بالك، ما عودنا لما بينزل كده بيطويلش، بيطلع بينفجر على طول؟ بينفجر عنده موسمين، بينفجر عنده موسمين ما يحصلش الدرغي، عامين ما يحصلش... ما بيطويل يعني في تاريخه، في تاريخه ما بيخسرش أكتر بين كده. دي قصة رفع معنويات جانب الاتحاد المنستيري، وأن القصة خمسين خمسين، وأن النادي الأهلي يعني فيه تشتيت، وما فيش تركيز، لا، بحب أطمنك، اللعيبة مركزة كويس قوي، الفريق مركز كويس قوي، أول مرة من فترة طويلة، نعمل بريس سيزون، حتى لو كان مدته الليلة، ولكن قدرنا ندخل معسكر، حتى لو المعسكر الداخلي، ولكن قدر يحط اللعيبة وقت طويل جداً، أمام أعين المدير الفني مرسيل قولر، فبالتأكيد النادي الأهلي وضعيته الآن، وبكلام اللاعبين، اللي قالوا أن الراحة كانت مفيدة جداً لهم، هيكون في وضع أفضل. قصة ربط الدوري ببطولة القرية، اتكلمنا فيها قبل كده، قلنا دي مختلفة تماماً، فيه ظروف ممكن تقابلك في الدوري، تخليك، وإنت الأقدر ما تقدرش تتحقق البطولة، وفيه ظروف مختلفة تقابلك في الكاف أو في البطولات الأفريقية، جانب تحكيمي فقط لغير، أو جانب ضغط إمبارات فقط لغير، لكن أيضاً جوانب تقصير من عندنا، وده شيء يعني معروف تماماً، وبنقدر أننا نشتغل على القصور اللي عندنا، أكتر من أننا نعلق على شماعات التحكيم أو ضغوط المباريات، والنادي الأهلي هو بيخسر دوري، قدر أنه يحق دور الأبطال الموسم الثاني على التوالي، وأنه يحق برمزية كأس العالم للأندية، ولكن أنا هنعتبر ده موضوع رفع المعنويات عند العيب الاتحاد المنستيري، ورأي مخالف للرأي اللي استعرضناه قبل كده عن قوة النادي الأهلي، وأنه يمتلك فريقين وعنده قوة جبارة في أفريقيا، وهستعين بقى بكلمة الشوالي، الألف أحد تعليق على المباريات، لما النادي الأهلي كان فايز باثنين دوري أبطال، اثنين سوبر أفريكي كونفدرالية، وفيه بيعلق على مبراف 2014، بيقول النادي الأهلي محقق خمس بطولات من ستة، وبيقولوا النادي الأهلي واقع، مال لا واقع؟ ده لو كل الفرق واعت وهو الأهلي كده، ياريت عندنا فرق طوع وقوع الأهلي، وتحقق من آخر ست إنجازات خمس ألقاب، نشوفكم بعد الفاصل وباقي فقرات الأهلي خطة.